ابن الحداد المواطن البسيط رئيسا لليمن هكذا اختزل مشهد رئاسة المناضل عبدالله السلال التغيير الهائل الذي احدثته ثورة السادس والعشرين فقبل السلال كان السلاليون قد اختطفوا وطنا واستعبدوا الشعب وزعموا كاذبين ان انحصار الحكم فيما سموه البطنين من الدين لكن العلماء اليمنيين الاعلام والثوار الاحرار عملوا لسنوات في ميدان الفكر وقدموا التضحيات في ساحات الجهاد وسقطت رؤوسهم بسيف الطغاة لينتصروا ابتداء للدين الذي جاء ليساوي بين جميع المسلمين ولينتصروا بالقرآن الذي اعلن تكريم الانسان ومن مجموع انتفاضات وثورات اليمنيين التي كان من ابرزها ثورة ثمانية واربعين ولدت سبتمبر انتصارا لكل القيم وترجمة لما كتبه الاحرار في التاريخ المصطور ليغضو حاضرا في الواقع المنظور فاذا قيم الحرية والكرامة والمساواة والعدالة تتجلى في انتفاء ثنائية شعب وسلالة واذا كل يمني من حقه ان يحلم بان يتعلم كما يتعلم السلالي وان ينافس على اي وظيفة وفقا لمعايير الاكفئة والانسب لا لمعايير العسرة والنسب كان مشهد الرئيس السلال ورفقائه المناظرين الاحرار تعبيرا عما احدثته الثورة الام من طائرات تمازجت فيها الجوانب السياسية والاجتماعية والاقتصادية والعسكرية وترجمة اولية لاهداف الثورة السبتمبرية طائرات ادرك عظمتها المخضرمون ممن عاشوا عهد الامامة والثورة معا فادركوا الفارق الهائل في اوضاع اليمن واذا كانت اخطاء الممارسات والبعد الزمني قد غطت لدى البعض على عظمة ما حققته الثورة السبتمبرية فان العودة الانتقامية الامامية عبر اقبح صورها الحوثية قد كشفت لجميع الاجيال عما حملته وتحمله ثورة سبتمبر من جمال وذلك ما يفسر تحول الاحتفاء بسبتمبر من مجرد احتفال بالذكرى الى فعل ثوري متجدد تنخلع له قلوب الاماميين رعبا ولا الانتصار لجمال سبتمبر الا بزوال قبح العهد الحوثي الاغبر اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة